بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ومريك توصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أسرة الغالي أسرة السلام العارفين معكم محمد علي هنتكلم النهاردة عن كنوز في آية واحدة فقط من القرآن الكريم وكنوز بمعنى كلمة كنوز هذه الآية المباركة العظيمة لها فوائد عظيمة جدا الكثير بيمر عليها يمكن يعرف إن هي للانتقام من الظالمين أو إن هي الدعاء على الظالم ولا يعلم ما بها من الرحمة وشفاء وتسكين للأوجاع آه والأمراض هنتكلم النهاردة عن كنوز حسبنا الله ونعم الوكيل في شفاء وتسكين للأوجاع والأمراض في تحصين النفس والذات وتحصين الروح من العوارض أو تحصين النفس آه إن هي تكون آه أمارة بالسوق تحصين آه روحي من نفسي إن هي تأمرني بالمعاصي كمان تحصين قوي جدا لآه صباط العين والحسد باستمرار تحصين قوي جدا للمنزل وللأولاد والأفراد والأسرة هنتكلم عنها بالتفصيل أول فائدة من فوائد حسبنا الله ونعم الوكيل إحنا كنا عملنا عنها حلقة قبل كده في الانتقام من الظالم ووقف الصحرة هتكلم النهاردة عن لطائفها الشفائية الرحمانية في تسكين الأوجع وشفاء الأمراض طريقة جميلة طريقة سريعة يعني أنا مش محتاج إن أنا أقرأها بأعداد كبيرة مش محتاج إن أنا أقرأها آآ مثلا في أوقات متكررة لا فقط مجرد إن أنت تشعر بالألم الوقتي حتى أنت بتشوفني أي شخص بيشتكي من ألم في جسده أو بيشتكي من مرض أو إصابة في جسده يقرأها بالطريقة اللي أنا هقولها بيبدأ يغمض العين ويوجه وجهه نحية قبلة الصلاة ويقرأ يقول الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسب ربي فيك أيها المرض اسكن بحول الله وقوته الرحمن الرحيم أقرأها سبع مرات أو واحد وعشرين مرة أنا أفضل واحد وعشرين مرة وأنفس على اليد يعني أنا بقرأ أقرأ على كفين الإيد وأنفس على اليد وأمسح على مكان الألم أو على مكان الإصابة وإنت بتشوف الحلقة دلوقتي نفذ هذه المجربة السهلة واليسيرة والبسيطة جدا في تسكين الأوجاع وتسكين الآلام وشفاء الأمراض طيب لو أنا عندي مرض مستعصي أو عندي شيء مستعصي قوي هل ممكن أن أنا أقرأها أو لها طريقة أن أنا أعملها لتسكين أو لشفاء هذا المرض أنا تكلمت عن التسكين الأوجاع أو التسكين الفوري أقوى من المسكنات الدوائية هل في طريقة أن أنا أعمل أستخدمها كشفاء ما أقواها في شفاء الأمراض الأمر ببساطة أن أنا أحضر قوب مياه طاهرة أضع عليه قطارات من المسك الطبيعي أو ماء الورد الطبيعي وأقرأ الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حزبي ربي فيك أيها المرض اسكن بحول الله وقوته الرحمن الرحيم أقرأها على المياه واحد وعشرين مرة وأشرب من هذه المياه صباحا ومساءا أو أعمل منها كمية تكفيني شرب طوال اليوم وأقررها لمدة ثلاث أيام أو سبع أيام تشفى من المرض مهما كان المرض صعب أو مهما كانت الإصابة صعبة مش بس كده كمان أنا ممكن أن أنا أقرأها أو أعملها على مياه للأطفال يعني أقرأ هذه الطريقة الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل اسكن أيها الطفل أو اسكن أيها الألم في جسد هذا الطفل وأمسح على جسد طفلي أو أقرأها على مياه وأسقها للطفل اللي بيبكي أو اللي أنا مش قادر أحدد سبب البكاء بتاعه أو هو طبيعته طفل بيبكي كثير ممكن نعملها لكبار السن الأمراض المؤلمة أو ألام العظام أو تهبس المفاصل قوية جدًا حسبنا الله ونعم الوكيل مع اسم الله الرحمن الرحيم بنقرأها على مياه أو أقرأها على كفين الإيد وأمسح على مكان ألام المفصل أو ألام العظام لأهلينا للأب للأم للجد للجدة ونمسح على مكان الألم ونقرأها لهم على المياه ويشربوا منها من الحاجات السريعة والقوية جدا في شفاء وتسكين الأمراض والالام. وبالخص آآ الام العظام والام الصداع. الامراض المزمنة الامراض الجلدية. امراض الجنون. امراض الصرع. امراض التوحد. انا برجع تاني دايما بقوله هنقطف كل حلقات قصر العارفين. يا اخواني الكرام. انا لما اعمل علاج قرآني واحصل شفاء. لو انا متابع عنده دكتور. ما ينفعش ان انا اوقف علاج او اقطع علاج الا بمراجعة الطبيب. وهو اللي امرني ان انا وقف. كمان انا ممكن اكتب هذه الصيغة. بنفس الطريقة بالضبط اقرأها بس ما ننساش مفتاح نجاح الاعمال اللي اكتب فوق. صلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط. انا افضل صيغة الصلاة الابراهيمين اللي احنا بنقولها عند التشاهد ونخروج من الصلاة. واكتب بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب ربي فيك ايها المرض او ايها الالم. اسكم بحول الله وقواته الرحمن الرحيم. واختم بالصلاة على سيدنا نبي مرة واحدة فقط. اكتب الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللي انا قلته دلوقتي دي. اكتبها سلس مرات او سبع مرات في الورقة. واكتب تحت واختم بالصلاة على سيدنا نبي مرة واحدة. اعطر الورقة بمسك الغزاء للاسود. واطوي الورقة. ببدأ ان انا اضعها مكان الالم. دي من الحاجات الجميلة جدا. اللي هي مع برنامج القراءة على المياه. سواء بعملها النفسي او بعملها الطفل او بعملها لشخص كبير في السن. بعمل هذه الورقة وبحملها معايا مع شرب المياه سبعة ايام بامر الله تعالى. وما كانش في يومين او سلس ايام اقصوها سبع ايام. وتشفى من اي مرض بامر الله تعالى ببركة حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب. هنيجي للفائدة الثانية من فوقت حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي في تحصين النفس. وتحصين الروح. وتحصين الروح من النفس الامارة بالسوء. وتحصين الجسد من الحاقدين والحاسدين. وتحصين الجسد والروح والنفس. من التصاليت الشيطانية وتصاليت الصحرة. يعني ما اقواها من تحصين. ما اقواها من درع رادع لاي عارض يحاول الاقترب منك. هذه الطريقة يا اخوان الكرام هي مستنبطة من اسماء الله الحسنى. ومن فوائد حسبنا الله ونعم. الطريقة ان انا بقرأ التالي. الحفيز المانع. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب ربي في كل شيطان مريد. يصد ويرد ويقتل بحول الله وقواته الحفيز المانع. اقرأها واحد وعشرين مرة. وامسح على جسدي. او امسح على اه المكان اللي انا او جدران المكان اللي انا جالس فيه لو انا خايف ان انا اتعرض لتسليط او اتعرض لسحر او اتعرض لازى. ممكن اقرأها على المسك او اقرأها على مياه وامسح جسدي وانا فضل انها تقرأ على المسك. ممكن كمان اقرأها على مياه. واشرب منها طوال اليوم اقرأها واحد وعشرين مرة. او اقرأها سبعين مرة. على مياه واشرب منها طوال اليوم. لا تتوقع او يأتي في في ذهنك او في اي عقلك كده ما يجيش في عقلك ولو لسانية. تكلم بالمصر عشان كلم براحتنا. ما يجيش في عقلك ولو لسانية ان انت هيقرب منك شيطان او يقدر اختركك شيطان الناس اللي عندها نوبات الهلع اللي هي والله انا مصحور والله انا اه في سحر دلوقتي بيعمل عليها تسليط اه انا في فلان دلوقتي ده حسدني وعمل معي مش عارف ايه كل الكلام ده هيتوقف تماما حتى وان كان وهمي او ان كان من يعني ناتج من وسواس او ناتج من اه مشكلة نفسية او اصابة نفسية. هذه الطريقة بتعالج النقطتين. ان كان فعلا تسليط او عليك تسليط او واقع تحت تأثير تسليط. او اه انت شخص مصاب نفسي او عندك اصابة نفسية مسببها عندك هذه الوساوس ونوبات الهلع. بتوقفها تماما من اول يعني اول ما تبتدي القراءة بترى ان زهنك يصفى تماما من هذه الافكار. ولو انت قرأتها على المياه واحد وعشرين مرة او سبعين مرة وشربت من هذه المياه ومساحت الجسد تنقطع عنك كافة التصليط او تنقطع عنك كافة الافكار الوسواسية القهرية اللي بتخليك عندك دايما نظن او شكوك ان انا معرض لتسليط او سحرة او اي ان يكون الامر. طيب دي يجي للطريقة الاقوى والاقوى في علاج السحر. وعلاج المس العاشي. علاج النحس الناتج من الاصابات بالسحر. علاج النحس الناتج من الزنون والوساوس والهلع نوبات الهلع الامراض النفسية الاصابات النفسية. وهي اقران كافة يا عيم صاد مع حزبنا الله ونعم الوكيل. احنا بنجمع ما بين جوهرتين من جواهر القرآن الكريم. ويا كافة يا عيم صاد. واحنا عملنا عنها حلقات قبل كده. وحققت نتائج قوية جدا جدا في العلاجات. نجمع ما بينه وما بين حزبنا الله ونعم الوكيل. في التحصين. وايضا فيه التخلص من الاصابات وامراض الوهم النفسي. والتخلص من المس العاشق. التخلص من السحر الماكول والمشروب. التخلص من نشاط القرين. التخلص من التابعة. عندي امور معطلة دايما في حياتي او الشيء اللي انا بتكلم فيه دايما بيحصل فيه تعطيل. ده بيكون ناتج من من مشكلة قرين او اصابة قرين. او الاصابة بالتابعة. هذه الطريقة نافعة وقوية جدا جدا. انا بعملها الطريقتين. اما ان انا بقرأها على كف الايد وبمسح على جسدي. او ان انا بحضر ورقة بيضاء. وبكتب عليها فوق مفتاح نجاح الاعمال وهو الصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة واحدة فقط. وببدأ اكتب عليها اللي انت هتشوفه دلوقتي امامك على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب ربي انا واهل بيتي في جاه كافها يا عين صاد. نصد ونرد بها الاعداء والحاقدين. وندفع بها الشياطين. بحول الله الوكيل. اكتب ها سلس مرات او سبع مرات. واختم بالصلاة على سيدنا النبي. واقرب الورقة من الفم. وببدأ اقرأ عليها مفتاح نجاح الاعمال وهو بسم الله الرحمن الرحيم. تسعتاشر مرة. الصلاة على سيدنا نبي تسعتاشر مرة. او ابدأ بالصلاة على سيدنا نبي تسعتاشر مرة. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم تسعتاشر مرة. وبعدين اقرأ عليها حسبنا الله ونعم الوكيل ربعمائة وخمسين مرة. واقرأ عليها كافها يعين وصاد مية خمسة وتسعين مرة. واختم بالصلاة على سيدنا النبي. بعد ما قرأت على الورقة بعطرها بمسك الغزال الاسود. بطول ورقة وباحملها معايا. دي من التحصينات القوية جدا جدا. اللي مجرد حملها وقرأتها. وان انا اجعل قراءة حزبنا الله ونعمل وكيل وردي يومي ليه. ربعمائة وخمسين مرة مع كافها يعين وصاد. من القواطع اللي تدفع النحس. من الحاجات الجميلة جدا اللي بتجعل ليك دعوة مستجابة او ليك اي طلب متطلبه من الله عز وجل. وبالاخص رد ووقف الظالمين او الانتقام من الظالمين بيكون ليك دعوة مستجابة. بتجعل عند الانسان هيبة عند الدخول على الاعداء والحقدين والحاسدين. بتجعل عند الانسان حالة من الرعب في 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 نظر الجن والشياطين والخدام السحر المسلطين على الانسان. اخواني الكرام احنا ممكن كمان نعملها يعني نعمل من الورقة دي اربعة نسخ ونقرأ عليهم مرة واحدة فقط. يعني القراءة بالترتيب اللي انا قلته على الاربع ورقات مرة واحدة فقط. يعني ايه مرة واحدة فقط? يعني مش محتاج ان انا نقرأ على كل ورقة الحاسب الاربعمائة وخمسين مرة وكافها هي عين وصاد. لانا بقرب الاربع ورقات امام الفم وبقرأ عليهم بالترتيب مفتاح نجاح الاعمال البسملة تسعتاشر الصلاة على سيدنا نبي تسعتاشر. حسبنا الله ونعمل وكير ربعمية وخمسين مرة. كافها هي عين وصاد مية خمسة وتسعين مرة. واختم بالصلاة على سيدنا نبي تسعتاشر مرة. وبعتر الورق. واعلقوا في اركان المنزل الاربعة. واهم بشيكم بعيدة عن الحمامات. من الضروع الحصينة اللي بتمنع دخول اي عارض او شيطان. بتمنع عن بيتك دخول الحاقدين او الحاسين. اي شخص عنده اصابة روحانية او اي شيء. شخص عنده اي اصابة نتجة من سحرة او مسة او تابعة او قارين او اي اصابة ان كانت بيرى في منام واي شخص يسكن في هذا المنزل بيرى طبيعة اصابته. يعني ده ممكن ان انا اعملها بتحصين وفي نفس الوقت بتكشف لها عن الاصابة. ايوة. ومجرد ان انت بتضعها في المنزل. جميع افراد المنزل المصابين. سلاسة ايام وتغادرهم الاصابة بلا راجعة من العلاجات القاطعة والقوية جدا جدا. نفزوها. اتمنى ان شاء الله نكون فتكم وبازن الله يكون فيها الفائدة والشفاء. الناس اصحاب تجارب الشفاء ما تنسوش تكتبهم تجارب الشفاء بتاعتكم. تابعوني على حسابي على انستجرام محمد عري عشان تشوفهم شرح مفصل ومكتوب عن فوق حسبنا الله وانعم الوكيل. ما نسوش اشتراك في القناة تفعيل الجرس. اعمل شير وبقوة. ادل على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله.